موسيقى ازايك يا حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا موليد برج السرطان النهاردة ان شاء الله هعمل لكم اراية عاطفية عن النص التاني من شهر اكتوبر شهر عسرة هنشوف مشاعرك ونواياك تجاه الشريك ومشاعر الشريك ونواياك تجاهك هنبدأ بتفتك وتفتك الشريك وحنشوف التفتكات بتاعتكم ونوايا كل حد فيكم ايه للتاني ان شاء الله خلال النص التاني من شهر اكتوبر وقع كارتين طيب بصوا خليني اخد اقول ده دي تاكت برج السرطان ودي تاكت شريك برج السرطان ونشوف بقى هنبدأ بالتاكت الاول دي تاكتك انت يا برج السرطان طيب تاكت شريكك اوكي ااا تاكت برج السرطان هنا ااا دور تو فالي شايفين الكارت ده ااا الكارت ده بيقول لي هنا انه ده باب القيم يعني او يعني معناه في بداية جديدة عندك سواء في الشغل او في الفلوس لانه بصوا كده الفلوس اهي طلع او نزل اهي كده واضي الباب مفتوح فمعناه انه في طاقة جديدة حلوة ليك ماديا وممكن كمان يكون في وظيفة حلوة ليك يا برج السرطان اه في اماكن كتير هتتفتح لك كنت حابب ان انت تكون فيها اه في اه كمان عندك كانك هتعرف حاجة او اه هتتفتح لك ابواب اه عاطفية جديدة كمان او حب جديد هيدخل حياتك في بدايات جديدة في توسعات عندك في الشغل وفي العمل وفي المال اه كمان اه طاقة هنا حلوة قوي وبتقول انه في عندك فرصة جديدة انت ما كنتش متوقعها هتديلك على اه فجأة ممكن كمان تكون حاجة انت كنت بتشتغل عليها من فترة طويلة فان شاء الله تبدأ اه توصل لها اه سواء بقى حبيب اه حد جديد هيدخل حياتك اه شغل ففي كل الحالتين او في كل الاحوال يعني اه خلي عيونك مفتوحة اه في بدايات جديدة ان شاء الله هتظهر اه في حياتك اه اه حط في اعتبارك انه ان شاء الله انت هتستقبل الجديد خليك واعي استعد للحاجات الحلوة الجديدة اللي ان شاء الله هتدخل حياتك يا ورج السرطان طيب هنركن فقد شركك كده شوية تقطو اهي خلينا استقطك انت تعالى نشوف انت بقى نواياك ايه اه من ناحية شريكك يا برج السرطان برج السرطان نوايا برج السرطان من ناحية شريكو ايه نشوف بقى احوالك انت حاسس بايه حابب ايه في شريكك بسم الله طيب ناخد كده بقى احوالك انت حاسس برج السرطان من ناحية شريكو ايه برج السرطان شايفك هنا اه انت بتحب الشخص ده قوي قوي يعني و اه اه شايفك بتحول ان انت ترجع الامور زي ما كانت للناس المنفصلين الناس المنفصلين اللي انفصلوا شايف عندهم محاولة لان هما يخلوا الامور ترجع زي ما كانت شايف عندهم اه محاولات سريعة اه ممكن كمان تكون انت في مكان والشخص ده مسافر في مكان تاني بس شايف عندك نصر يا برج السرطان شايف عندك اعتدال في الامور شايف عندك كمان انه اه البعض منكم شايف او باصص للشريك بنظرة انه هو ايه ضحك عليك ما وفاش بوعده في حاجة فده حسسك بالقهر وحسسك بالظلم وحسسك بالتعب اه بص يا برج السرطان اه انت كمان شايفك مشهول بحاجة كانه في شغل انت يعني مضغوط فيه كانه في اه او شريكك في عنده شغل مضغوط فيه اه فيه شايلان مسئولية ليك فيه البعض من المفاصلين برج السرطان سابر علاقة وميشيو والدنيا لخبطت خالص والدنيا باصلت خالص طايم احب اقول بقى برج السرطان انه اه العلاقة اللي بينك وبين شريكك اللي باصلت او انتوا سبتوا بعض فده لانه كان فيه طاقة سلبية في النص فيه طاقة سلبية او في حاجة مش كويسة اتعملت لابرج السرطان وشريكه كان فيه ناس على دراية بان انت اه اه على العلاقة دي ممكن تكون من ناحيتك او من ناحية شريكك ولكن اه فيه حد اه يعني فيه امور كده دخلت في النص خلت الامور بينك وبين شريكك اه مش ضبطة او حصل انفصال اه فالانفصال ده طاقة سلبية في النص هي اللي كانت اه متسببة في ده اه ولكن انت يعني يا برج السرطان او بالذات انسى برج السرطان حد قنيت جدا حد جميل جدا حد مهتم بنفسه اه اه بشيكته اه بس اه حاب اقولك يا برج السرطان ان ان شاء الله الامور اه اه هترجع اه احسن من الاول ان شاء الله رغم ان فيه يعني فيه تقل في الموضوع او فيه مسئولية في اه يعني عدم التزام بوعود من الشريك ليك وده دايقك جدا وده اللي خلى البعض منكم يسيب العلاقة بتاعته ويمشي لان الشريك ما وفاش بوعوده اه قالك حاجة ويم ما نبتزهيش فانتسبت العلاقة ومشيت اه شايفة كمان عندك اه اه او السبعة اه الشخص ده ممكن يكون برج اسد ولكن اه انا شايفة انه انت كان عندك شجاعة كافية ان انت تواجه وكأنك واجهت كتير في العلاقة دي وواجهت تحديات كتيرة جدا وكأن انت كنت عارف انه فيه حد مثلا واقف في النص بينك وبين شريكك لبعض منكم ولكن اه رغم التحديات اللي واجهت العلاقة دي الا ان شاء الله هيكون فيه انتصار للعلاقة بتاعتك انت وشريكك اهو السيكس افونت فيه انتصار ان شاء الله فيه رجوع فيه اه صحوة للشريك ان شاء الله كأنه كده هيفوق من حاجة وحتبدأ الامور يعني شايفاها اه تبقى احسن اه شايفاك منتصر على الشريك ده يا برج السرطون شايفاك منتصر شايفا الامور ان شاء الله عندك او من نهايتك انت هتكون للاحسن اه كمان اه ممكن برضو شخص ده كون برج القوس اه انا شايفا هنا انه فعلا زي ما قلت انا هنا في السيفن افونت كمان انت اه كنت بتدفع عن العلاقة دي يعني كأنك عملت كل حاجة من نحيتك علشان العلاقة دي تستمر عملت كل حاجة حولت ان انت تدفع العلاقة دي عشان ترجع تاني وتبقى اه احسن ولكن في يعني خلاص انت كأنه بعد اه ما عملت اللي عليك كأنه سبت الدنيا ومشيت وخلعت من العلاقة دي اه ومن الشريك ده اه علشان انا شايفة هنا انه في اه كتير منكم سبت العلاقة ومشي اه طيب اه تعالوا كده اه نشوف اه استاثة بتاعة اه الشريك و اه نكمل القرية بتاعتنا ثرد شاكرا طيب الشاكرا التالتة الكارت ده كارت الشاكرا اه التالتة والكات ده بيقول لنا انه الشريك كأنه تفتحت عنده الشاكرا التالتة انت شايفين هنا رئيس الملايكة اه شموئيل ما تكورا حلوة لونها دهبي اه اه او الدوق الدهبي ده اللي هو عندنا الدفيرة الشمسية اه ده موقع ومركز اه طاقة بتاعة الحياة عموما اه اه كأن الشخص ده مشاعره رغباته هتبدأ تتوجه ليك و اه اه حيبدأ يرجع الحماس للعلاقة تاني اه اه او هو دوقتي بيفكر انه يرجع اه 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 شريك بورج اه اه السرطان اه اه ده الوقت المناسب انه يعني اخياتي ده بيخبرنا كده او بيقول لنا انه ده الوقت المناسب انه اه اه الشريك هيبدأ اه يتحرك لقدامه هيبدأ يجي ناحيتك اه عشان يحقق رغباتك و اه اه هيحاول ان هو يوجه طاقته ليك بيفكر فيك دماغه دوقتي مركزة معاك طاقته مركزة معاك بيحاول ان هو اه يرجع و اه يعني كأنه حصلت عنده صحوة او اه انفتاحة كده و بدأ قلبه و عقله يفكره اه في مولود اه بورج السرطان طيب هنخلي طاقته هنا كده وتعالى نسحب الكروت اه اه الخاصة بيه ونشوف هو كمان اه بيفكر في ايه من ناحيتك او اه نواية ايه من ناحيتك انت يا بورج السرطان طيب هناخد الكارتين اللي هما نوفيسته ونزلوا دول نكمل نواية شريك بورج السرطان اوكي نواية شريك بورج السرطان هنفتك بورج السرطان اوكي ناواية تكلم اوكي نBrج سرطان اوكي نقل شريك ج Опضي نعم thanestate يرجع نفسه في انه عايز يرجع للعلاقة دي اللي بينك وبينه البعض منكم زي ما قلت هو فعلا كأنه انت في حتة وهو في حتة في فرق في المسافة في فرق في السكاتات وفرق في العائلات ولكن الشخص ده شايفاه البعض منكم انه شغال شخصية هامة او شغل مهم لان شايفة هنا كارت التقصد كورية وكأن الشخص ده واسيم على فكرة وشغال حاجة مهمة كده ويعني بيحب انه كلام هو اللي يمشي كأنه كلمتي انا اللي بسيطر طيب شايفة كمان انه عنده الشخص ده عايز يرجع يقدم الدنيا وما فيها ليك كبورج السرطان عايز يكون بيت ويكون اسرة عشان الـ 9 Authentical هنا يعني كأنه يرجع يعني الدنيا كاملة مكملة كده عايز يجيب لك الدنيا بما فيها حابب يكون معاك اسرة بيفكر قوي انه يرجع ويكون اسرة معاك بيخطط لحاجة اهو بيخطط لشراكة بيخطط لحاجة ممكن برضو شخص ده يكون برج الحمل بيخطط لحاجة كأنه مثلا بيفكر انه يرسم علاقة بينك وبينه بس هو كأنه في حتة بيسافر شغله ممكن يكون في سفر أو انت بسافر كمان الشخص ده كأنه ضميره بدأ يقنبه على العلاقة بينك وبينه يعني بيقنبه لطالحة انه هو عايز يرجع بس ممكن يكون هو الفترة دي بيفكر يرجع ازاي او يعني باي وجه يعني فاهميني باي وجه كأنه حصل بينك وبينه حاجة كبيرة ممكن يكون برضو برج عقرب او برج القوس انا كده وانا مشي هقول لكو اه اه الابراج او ممكن يكون سرطان او اسد اه اه الشخص ده مركز على حاجة الفترة دي هيرجع يعني يكترح عليك اكتراح او يرجع يرد عليك عرض علشان اه ترجع اه كده احنا احنا كل ده في لسه تفتقت المنفصلين يا جماعة كده كل ده احنا لسه تفتقت المنفصلين اه بيفكر انه اه يعني يدخلك ازاي او يتكلم معاك ازاي طيب اه ايه كمان اه شايفة انه هيحاول بقى المراضي ان شاء الله يكون فيه رجوع بس هيحاول المراضي انه هو كأنه كده ايه بقى يحافظ عليك يعني هو جرب بعدك فهو هيحاول انه هو اه يحافظ عليك بوكي كمان يكون برج الحوت هيحاول انه حافظ على علاقة اللي بينك وبينه او جد يا جماعة برضو خدوا الجد وخدوا الثور والحمل اه كأنه بقى هتبقى فرصة وهيحاول نمسك في الفرصة دي يعني هيحاول المراضي انه ما يدعكش من ايده طيب بالنسبة للعزاب العزاب اللي مفيش حد في حياتهم اه شايفة انه فيه اه حد جديد او فيه علاقات جديدة هتبدأ تدخل حياة اه العزاب يعني اخدوا بالكو اه طب اه هو في بداية الشهر اه الامور كانت يعني كأنها ايه اه مرتبطة كده بالعيلة بالشغل اه فخليكم كده هدين اه المتزوجين المتزوجين اه عندكم كان يعني بعض المشاكل فحاولوا ما تصعدوا هاش عشان الامور تمشي ما تحاولوش تدخلوا مشاكل للبيت في الصغل والدنيا تزيد اه نهاية الشهر ان شاء الله هتكون افضل اه في العاطفة اه فيه اشخاص اه هيرجعوا لكم المفصلين العزاب فيه اشخاص جديدة هتدخل حياتكم فيها حب فيه رومانسية وفيه كمان اه فرص للبعض منكم اه يعني فيه فيه فرص للارتباط البعض منكم فيه فرص اه للارتباط وفيه ناس اه هتحاول ترجع تدخل حياة اه برج السرطان تاني اه فيه كمان اه يعني اه عوض من ربنا ان شاء الله الفترة الجاية دي فانا حاول ان احنا كده نستمر في الدعاء بتاعنا والصلاة لانه بقولك فيه حد راجع الويلو فورشن ده شريك راجع 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 مستم وراجع بيحبه وراجع عايز انه اه يعني اه العلاقة تنجح عايز راجع تنجح فدي حاجة كويسة انه راجع من قلبه وراجع حابب انه اه يكمل معاك ويستمر معاك خدوا عندكم كمان برج الاسد والصور زي ما قلت طيب اه تعالوا كده نشوف اه البطاقات بتاعة الرومان هتقول لنا ايه عن شريكك يا برج السرطان بسم الله ناخد كده بطاقات الرومان ونشوف عشان كده انا شايف فيه صحوة في حيات شريكك وانت كمان الامور عندك هتزبط ان شاء الله الامور هتزبط بس حاول ان انت بقى تبص الامور بقى بنظرة تانية وتكون اكتر تفاقل يا برج السرطان وان شاء الله كل الامور هتتعدل وحتتزبط بسم الله بص يا برج السرطان الكارتة ده الاكسبرس يور لاوف بصوا كده عبر عن حبك كده بقولك امشي لقدام اخته خطوات امامية يعني حاول ان انت تطلع بالعلاقة لقدام حاول انت تحزم الامور بتاعتك يا برج السرطان امسك الامور بتاعت الزمام بتاعت حياتك العاطفية فيه اتصال بينك وبين شخص فيه انجزاب كمان بينك وبينه الشخص ده اه ممكن كمان تتقابله ممكن يعني يطلب منك معاه تتقابله فيه او اه يبعث لك هدية اه اه هو هيحاول يكلمك اه بيقولك ان المشاعر دي كمان ان شاء الله هتكون واقعية و اه اه يعني فيه شخص راجع عايز يا ام ايف عايز يبعت لك هدي يعني ايو ما في كل حالتين هو بيعمل كل حاجة علشان عايز يحاول انه هو اه يرجع لك او يكلمك تاني فحلو الكارت ده معنى كده انه الشريك ان شاء الله هيحاول يرجع يكلمك تاني وهيحاول انه هو ياخد منك معاه او يديلك هدية علشان يرجع يتفاوض معاكو تاني زي ما قلت ويرجع يتكلم معاكو تاني اه يعني للرجوع ان شاء الله. بإذن الله في رجوع عندكم يا برج السرطان. طيب الكارت الثاني ده بيقول لنا انه رومانتك فيلنج. الله الله. مشاعر رومانسية. الكارت ده بيقول انه في يعني كأنه كده دقت قلبك بقى بصوا بقى لما يكلمك دقت قلبك كده هتبقى يعني كأنها زي الاغنية كده هيكون فيه رومانسية في الطريق دي جيالك البطاقة دي يعني دليل على ان شاء الله الشخص ده راجع ورجع يكلمك. وانه يعني مشاعر العلاقة دي. هتبقى للاحسن. ولو كنت سألت سؤال عن الشريك ده. لو سؤال جي في بالك فهي اجابته نعم. نعم. فهيكون فيه اجراء الشخص ده هياخده تجاهك. كمان لو كنت بتسأل على المعاد مسلا هيرجع امتى? او هيكلمني امتى? فان شاء الله هيكون آآ قريب. البطاقة دي اشارة انه الشخص ده هيرجع يكلمك قريب بازن الله. مش يعني مش هيكون فيه وقت زي اللي فات. آآ كمان آآ برضو ممكن نكون هيشتري لك هدية. يعني مش عارفة ليه طلع لك الهدية. آآ يا اما جالك هدية او هيجي لك هدية من الشخص ده. ولكن هيكون في آآ يعني فيه جاذبية رومانسية بينك آآ وبينه. وكمان آآ هيعبر لك عن مشاعره. هيعبر لك عن مشاعره. وهيكون فيه ان شاء الله بداية جديدة بينك وبينه. هو بيحبك جدا. وآآ كأن برضو البطاقة دي اشارة ان انت تستعد يعني الناس اللي هما العزاب اللي ما فيش حد في حياتهم. آآ استعدوا انه فيه علاقة جديدة هتدخل حياتكم يا عزاب. فيه علاقة جديدة هتدخل حياة العزاب. البطاقة دي برضو بترتشدك لكده. بتقولك بقى خد الاجراءات بتاعتك بقى خليك جاهز. حاول ان انت بقى تضبط نفسك وتضبط امورك. آآ كمان آآ الشخص ده ان شاء الله هتقابله قريب للعزاب. ممكن الشخص ده تتقابله بقى في في مكان انت بتتردد عليه. في يعني ان شاء الله يكون القرب قريب بازن الله يا برج السرطان. وامورك العاطفية ان شاء الله كلها آآ هتزبط وحتبقى للأحسن. وآآ كمان عندك هنا آآ للناس اللي انفصلوا بصوا كده. آآ بصوا هنا الكارت ده كمان بيقول لك انه العلاقة دي بتستحق الانتظار. آآ في توقيت الهي للعلاقة دي ربنا آآ يعني محدد لك توقيت الهي. آآ العلاقة دي آآ يعني او الشخص ده للبعض بيبكو هو توقم روحك. فأصبر العلاقة بتستحق الصبر. في عوامل كتير او في اختيارات كتير. ولكن آآ خلي عندك ارادة. استعد في حب حقيقي في الاجواء عندك. آآ البطاقة دي كمان بتفكرك ان العلاقة دي تستحق الانتظار. وانه ان شاء الله الشخص ده يوم ما حييجي وهيتخل حياتك هيكون بتوقيت الهي من عند ربنا يا برج السرطان. آآ برج السرطان ما شاء الله ثلاث كروض بتوع الرومان. آآ تحفة جدا. وبيأكدوا على انه في رجوع في رجوع وللعزاب في حد جديد ان شاء الله. المتزوجين خلاص. آآ يعني على اخر الشهر كده. العلاقة بتاعكم ان شاء الله تبدأ. آآ كمان آآ حب اقول للناس المتزوجين كأنه عندك احتفال بحد من الاولاد. او آآ ممكن تكون منتظر آآ 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 يعني حد آآ ولادة طفل مثلا. او حتنقله لبيت جديد او هتروحوا مكان آآ جديد آآ ان شاء الله. آآ دايما منتصرين برج السرطان دي كانت إرايتك للنص التاني من شهر أكتوبر أتمنى يا رب تكون إراية عجبتكم لو سمحت لو كنت حد جديد فعل زر الجرس علشان يوصل لك أي فيديو جديد يجي لك بإشعار فلو سمحت اشتراك في سنة وإضغط لايك وإكتب لي أي حاجة في التعليقات حابب أن أنت تقولها أو حابين تقولولي يعني بيحصل بقى معاكم في العلاقة دي وأتمنى يا رب تكون إراية عجبتكم وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله